اكد الكاتب في صحيفة اخبار الخليج محميد المحميد ان المشاركين في ندوة الانتهاكات القطرية بحق بحارة البحرين اكدوا على دعم حقوق الصيادين البحرينيين ورفض الانتهاكات القطرية بحقهم مساء السبت ذهبت الى منقر جمعية الصيادين المحترفين بالمحرق لحضور ندوة الانتهاكات القطرية بحق بحارة البحرين وقد كان الحضور لافتا من عدد من النواب والمهتمين والوسائل الاعلامية استمعت ليطروحات جميع المتحدثين الذين عرضوا اوراقهم بكل وضوح وتحديد من ممثل جمعية الصيادين المحترفين وجمعية البحرين لمراقبة حقوق الانسان وجمعية الصحفيين البحرينية ومجموعة حقوقيون مستقلون وقد تحدثوا كل في مجاله واختصاصه واكدوا الموقف الثابت والراسخ في دعم حقوق الصيادين البحرينيين ورفض الانتهاكات القطرية بحق بحارة البحرين المثير في الامر انه خلال الندوة حول الانتهاكات القطرية بحق بحارة البحرين وصلنا خبر قيام السلطات القطرية باعتقال الرياضي البحريني المعروف سامي الحداد خلال رحلة صيد مع اصدقائه مما يؤكد استمرار السلطات القطرية في استهداف البحرينيين وتهديد ارواحهم وانتهاك حقوقهم الانسانية واذا كان البيان المشترك للندوة قد اعرب عن امله في ان تنعكز الاجواء الايجابية التي سادت قمة مجلس التعاون الاخيرة على اوضاعهم فمن المؤسف ان نرى على ارض الواقع عدم اكتراث السلطات القطرية بذلك اطلاقا والمضي قدما في تهديد الصيادين والبحار البحرينيين بل ان سلطات الدوحة مارست الانتهاكات خلال ندوة الصيادين عن الانتهاكات اشتركوا في القناة